السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطلابات الصف الثالث الاعدادي اهلا وسهلا بكم زي ما احنا فاكرين مع بعض احنا كنا واخدين حلنا مع بعض الدرس الاول من الوحدة السبعة في الترمي الثاني وكان معنا واجب باراجراف يقولك اين تخيل لو انت بتزور بيئة لاول مرة اكتب باراجراف حوالي مية وعشرة كلمة هتوصف الزيارة بتاعتك فهنكتب كده مع بعض احنا ممكن نكتب عن اول زيارة مثلا نقول او ممكن نقول او ممكن نقول اول حاجة خالص وطلب ان احنا نكلم عن ايه رين فورست يقولك اين رين فورست رين فورست ر لش يعني فيها وفرة رين فورم رين فورم بحجم بحجم رين فورم فورست تتبع جدًا لأنهم يجب أن يتعامل مع الآخرين لإنهاء لأنهم يجب أن يتعامل مع الآخرين بمحر أمس أمس ثمreens بسمع a wonderful visit to the rain forest green forests are a kind of forest habitat they are found in warm places they are found in warm places and are full and are full of many tall trees they are full of life are full of life because rain forests are warm wet and dense millions of different kind kinds of plants and animals live there will more than more than half of the world's animal live in the rain forest including the orangutan including the orangutan orangutans which spent their entire lives in trees we and this is a fact the حقيقة we depend on rain forests because they are so they are so full of life we are so full of life we are so full of life الكثير من الناس مثل غوريلا مونت غوريلا باتر فلي مونت غوريلا جاكوار بوزن دارت فرق و بالطبع فرق 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 فضل فرق و أجل و أجل و أجل أجل things about the rain forest habitats and I do a lot of activities there like like jungle walk where we're going to walk in the garden piranha fishing where I'm going to start the piranha local community visits where I'm going to go to the local community swimming with river dolphins kayaking and swimming in the Amazon and gambling jungle and and learn about medical plants and learn about medical plants and اول اتكلمنا عن بعض عن ايه هي وعن الحقائق بتاعتها هناك وبعد كده اتكلمت ان انا ايه الحاجات اللي انا شفتها والاكتيف ديس اللي انا عملتها هناك. وكده طلاب الاعزاء ان تكون انت هنا من آآ كتابة الباراجراف اللي هو الواجب اللي احنا قلنا عليه. طبعا دي مش مش البيئة اللي انت لازم تتكلم عنها ممكن تكتب عن بيئة تانية زي ما انت عايز خالص وزي ما انت تحب. ما تاخدش دي كقاعدة ولكن ده كمثال ازاي انا اكتب باراجراف. شكرا لكم طلاب الاعزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.